صحيفة روسية تم ترجمة خطابها في موقع روسي باللغة العربية وهو موقع RT وكلكم باستطاعتكم زيارة وقراءة الخبر قراءته بشكل مباشر المهم صحفي روسي مقهور من فوز السعودية في حرب الأسعار مع روسيا تحت القيادة الرشيدة للملك سلمان حفظه الله وفوزه على بوتين وسياسته الخبر تحت عنوان على حساب من تم تجنب كارثة نفطية العالمية يتساؤل الكاتب هنا وهو جيفورغ مير زايان وفي صحيفة فيزالجلياذ الروسية حول خروج روسيا خاصرة من حرب أسعار النفط كما يقول بنتيجة صفقة أوبيك بلاس الأخيرة وعوامل أخرى وجاء في المقالة في وقت متأخر من مساء الثاني عشر من أبريل اتفقت دول أوبيك بلاس أخيرا على شروط إنهاء الحرب النفطية يسمي البعض الاتفاق النهائي هدنة قصرية والبعض الآخر هزيمة لكن ليس للصعودية وإنما لروسيا نعم شكليا كانت تخفض بأكمله متكافئا كما أردت روسيا تخفض روسيا والمملكة العربية السعودية انتج النفط بكمية متساوية بمقدار 2.5 مليون يقول الكاتب هذا شكلي من 11 إلى 8.5 مليون ومع ذلك فهذا لا يتوافق تماما مع الواقع ويرجع ذلك أساسا إلى سلوك السعودية غير النزيه إطلاقا حسب رأي الكاتب الرياض خلف موسكو يقول كان لديها قدرات تقنية لزيادة حادة في الانتاج وهكذا فوفقا للمحلل في الجامعة المالية إيغور يوشكوف خلال هذه الحرب حددت المملكة العربية السعودية نقطة قطع مربحة للغاية ونتجة لذلك عندما حان الوقت لخفض مستوى الانتاج الحالي كانت تخفض في انتاج المملكة العربية السعودية أقل من 1.5 مليون برميل عن مستوى ما قبل الحرب بينما وصل في روسيا إلى 2.5 مليون برميل إلى ذلك فلم تصح حسابات أنصار حرب الأسعار فهم لم يتوقعوا إغلاق الاقتصاد الأوروبي بعد الصيني يقول هذا الكاتب وبالتالي انهيار الطلب إلى هذه الدرجة لكن هذا لا يعني أنه كان علينا تقديم مثل هذه التنازلات للمملكة العربية السعودية والتي هي في موقف أضعف ناهيكم بالتخلي عن الأهدف الاستراتيجية التي وضعناها لأنفسنا في هذه الحرب وهكذا فلم ننجح في إفلاس الشركات الأمريكية المنتجة للنفط الصخري من جهة ولم نتمكن من إجبار الولايات المتحدة على الانضمام إلى اتفاقية تقييد الانتاج حتى لا تملأ الشركة الأمريكية الفراغ المتشكلة في السوق عن الخفض الطوعي من أعضاء أوبيك بلس إذن في هذا المقال هناك اعتراف واضح وعميق من هذا الكاتب بفوز المملكة العربية السعودية في حرب الأسعار التي خاضتها مع ثاني أعظم دولة في العالم وهي روسيا اعتراف روسي خالص يؤكد بالقطع أن المملكة العربية السعودية دولة عظمى